نروح لفريق الجنباز بيئ نادي الأهلي تحت تسع سنوات للناشئات اللي توج بصراحة وحاجة كانت مفرحة جداً مبارح بستاشر ميدالية متنوعة كانت ضمن منافسات بطولة الجمهورية لأقيمة داخل صالة نادي مدينة نصر ونجح التمن لعبات بنتكلم من جنباز الأهلي في التتويق بالميدالية الذهبية وفازت تلات لعبات بيئ الميدالية الفدية وحصلت خمس لعبات الميدالية البرونزية فحاجة جميلة ومبروك لبناتنا وكل التحية أكيد لجهاز جنباز الأهلي برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير الجهاز ويمكن احنا تكلمنا برضو عن الفريق قبل كده وقلنا قد إيه هم جمال تبتكلم عن برضو سن تسع سنوات أو تحت كمان تسع سنوات فبداية زي ما يتقال بداية مبشرة جداً كل ده يطمنك على اللي جاي لما حلم نتكلم على أبطال وبطلات لسه موصلوش لسن تسع سنين فدي حاجة مطمئنة لكل الناس اللي بتنتمي للنادي الأهلي وفيها تأكيد وترسيخ لمبدأ أن النادي الأهلي ودي برضو مش حاجة جديدة من قديم الأذر طول عمره مصنع للأبطال وده واقع على فكرة ملموس وإحنا شخصياً يمكن من أول الناس اللي بتلمسه لأن احنا تقريباً ما فيش حلقة من البرنامج ده غير ما بنتكلم فيه عن إنجاز ما لفريق ما من الفرق الرياضية المختلفة الموجودة في النادي الأهلي طبعاً شيء أكتر من رؤى بس يا كريم النقطة دي مهمة جداً وعايز أقول لك كمان أن يعني فكرة أن أنت زي مثال تستثمر في الناشئين في أي رياضة الاستثمار في الناشئين ده بيديك مؤشر أنت زي مستقبلاً في أي رياضة حتكون فقصة أننا لو حتكلم عن كرة القدم يعني مثلاً كان من الأسئلة اللي احنا طرحناها على مدار اليومين اللي فات وكنا بنسأل أو بنتساءل هو وضع حال أو حال كرة القدم المصرية ليه بقى بهذا التدني إلى حد كبير مقارنة فيما هو سابق لألفين مثلاً وعشرة أو ألفين واثناشر فهتلاقي أنه لا فيه أسباب كتيرة جداً فأنت عايز تصلح من الحاجات اللي أنت لازم تصلح وتشتغل عليه هي قاعدة الناشئين عندك يعني قاعدة الناشئين أنا بتكلم في كل النوادي يعني شو بتكلم بس في نادي الأهلي في كل النوادي في الآخر دول اللي حيروحوا منتخب مصر أو دول اللي حشكلوا المنتخب فقاعدة الناشئين مهمة جداً لأن ده المؤشر اللي حيديك بعد كده أنا رايح فين التجاهي فين ففيه دروب حاصل لا فيه مشاكل إحنا اتكلمنا برضو مبارح مع كابتن أو أول مبارح مع كابتن فاتحي نصير قولنا ولا كان مبارح أول مبارح كان الدكتور دينا إحنا الاثنين ذاكرة مبارح الحد مبارح أول حلقة في المسرية ده أنا مش بقول لك أنا خلاص الله أخذ قلب مالتي بيت بقى المهم فهو أتحدث عن هذه النقطة قال لك لإصلاح منظومة كرة القدم المصرية في عوامل كتيرة جداً منها أن أنا أشتغل على قاعدة الناشئين دي يعني أو حاجة مفروغ منها فنتمنى ذلك نتمنى أن احنا نلاقي اختلاف وإدارياً نلاقي اختلاف لأن اللي بيعاني في الأول في الآخر بعد كده هو منتخب مصر مش نادي بعينه يعني النواي دي بتدفع التمن ولكن زي ما بيتقال إيه بيدفع المشاريع بحاسب على المشاريع أو منتخب مصر فده أكيد شيء لا يليك وأكيد شيء مرفوض ومش هنقبله كجماهير مصرية أبداً يعني ده مش المستوى اللي يليك حقيقي بمصر ما أعتقدش حد هيردب ده كلنا بنتمنى أن يعني كل الأوضاع المقلوبة كل المنطق الغايب دقي بحاضر بقى الفترة الجاية عشان إحنا تعبنا جداً كم محبين لمتخبنا أي حد عنده ولو بـ 2 جنيه وطنية أكيد هيبقى حابب جداً أن يشوف منتخبه بيؤدي الأداء المطلوب منه والمتوقع منه واللي بيتماشى مع الأسماء الرنانة اللي موجودة في قوام الرئيسي وطاريخة طبعاً ففي حاجات يتقال عليها والله أنا واند وسط المرحلة ما يصحش إحنا بقى دخلنا ودوسنا بقلنا شوية حلوين في مرحلة اللي ما يصحش كده فقط على كل الأحوال بنتمنى إن شاء الله أن الأوضاع تبقى مظبوطة الفترة الجاية وكلنا نسعد بمتابعتنا لأي فعالية في أي بطولة بتتنظم بشكل مظبوط اللعيبة اللي بيتنفسوا فيها بيتنفسوا مع بعض بشكل مظبوط العدالة تكون حاضرة المنطق يكون حاضر إلى آخر